موسيقى السلام عليكم نشط السادس عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين عملية الكرامة تحشد قواتها في محاور وسط البلاد ببنغازي والقوات الخاصة الصاعقة تدعو المقاتلين الليبيين في الصابر وسوق الحوت لتسليم أنفسهم لجنة التادية المكلفة من حكومة الوفاق تناقش مع القوة الثالثة مضالبها لوقف إطلاق النار في الجنوب وتلتقي في وقت لاحق مع بن نايل بعد تشكيل لجنة مجلس النواب للحوار عقل صالح يقول أن الحوار ليس من اختصاصه ويقترح أن يكون خليفة حفتر ممثلا في المجلس الرئاسي أهلا بكم أفادت مؤسسة الفتح للإعلام التابعة لكتيبة شهداء ليبيا الحرة بأن طائرات دون طيار شنت غارة جوية على منطقة الصابر اليوم الاثنين وذكرت المؤسسة أن هذه الطائرات شنت أمس أيضا خمس غارات على منطقة سوق الحوت دون أن تذكر أي تفاصيل حول الأهداف المستهدفة أو الأضرار التي خلفها القصف هذا وقد دعا آمير القوات الخاصة الساعقة الموالية لعمرية الكرامة ونيس بوخمادة دعا المقاتلين الليبيين بمنطقتين الصابر وسوق الحوت لتسليم أنفسهم فيما اعتبرها الفرصة الأخيرة لإحالتهم للجهات القضائية لمحاكمة المتهم والإفراج عما تثبت براءته وفق تعبيره وطالب بوخمادة في تسجيل نشره المركز الإعلامي للقوات الخاصة طالب المقاتلين من الجنسيات الأخرى في حال وجودهم بالبقاء متواعدا بدخول مناطق وسط البلاد والصابر ومواجهتهم والقضاء عليهم بحسب قوله من جهتها أكد آمير محاور وسط البلاد التابع لعملية الكرامة فضل الحاسي اكتمال جهيزية قواتهم وتنسيق الأعمال العسكرية والميدانية بعد تمركز قواتهم في المنطقة ونقلت تحريات القوات الخاصة عبر صفحتها على فيسبوك عن الحاسي قوله إن إحدى عشرة سرية من عدة كتائب تمركزت بمختلف الأسلحة إلى جانب إنشاء وتجديد المستشفى الميداني وزيادة الأطقم به أعلق المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي في نشرة سابقة بأن مجلس شورى ثوار بنغازي لا يزال يسيطر على بعض المواقع في وسط المدينة مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود أي حل فإن الوضع سيتجه للتصعيد بحسب قوله نتحدث عن قلب مدينة بنغازي وصف البلاد سوق الحوت تصابره يعتبر هذه المواقع هي قلب مدينة بنغازي تحت سيطرة الثوار وإن طبعا في ظل عدم وجود أي دعم أو محاولة حلحة لتعذية مشكالية وإنهاء هذا الصراع التصور عملية الكرامة ذاهبة إلى التصعيد العسكري من أجل السيطرة على تلك المناطق بحثت لجنة التهدي المكلفة من حكومة الوفاق الوطني مع آمير القوى الثالثة جمال التريكي بحثت مساعي إنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار نهائيا بالمنطقة الجنوبية وأوضح عميد بلدية سبع حامد الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اللجنة استمعت لمطالب القوى المتمركزة بقاعدة تمنهنت من أجل تجنيب الجنوب شبح الحرب دون أن يحدد هذه المطالب أضف الخيالي أنه من المنتظر أن تلتقي اللجنة اليوم الاثنين مع بن نايل مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن في تقرير لها فور الانتهاء من لقاء كافة الأطراف ستعلن عن الجهة التي ترفض وقف أطلاق النار وتحملها المسئولية بحسب قوله ميدانيا أفاد المتحدث باسم الكتيبة 201 وليد سالم بأن الوضع بمنطقة تمنهنت والمناطق المجاورة لها يشهد هدوءا منذ يوم أمس ولم يسجل أي قصف أو اشتباك مع قوات عمرية الكرامة بقيادة بن نايل وأوضح سالم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الكتائب المتمركزة بالمنطقة تحافظ على كافة المواقع التي تسيطر عليها مشيرا إلى أن القصف الذي تتعرض له قاعدة تمنهنت يستهدف البنية التحدية فقط وأضاف المتحدث باسم الكتيبة 201 أن أي مساعي للتهدئة بالمنطقة يجب أن تكون مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني مبينا أن الكتيبة هي عسكرية وتتلقى الأوامر مباشرة من وزارة الدفاع بحسب قوله لازلنا في الجنوب وتحديدا في وباري حيث وصف مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية وباري خليل خليفة وصف الوضع بمدينة وباري بالصعب وأوضح خليفة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن توتر الوضع الأمني بمنطقة تمنهنت تسبب في منع وصول السيولة المالية إلى المدينة التي تعاني من ارتفاع كبير في أسعار السرع التموينية والخضروات وأضف مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية وباري أن سعر لتر البنزين وصل لقرابة ثلاثة دنانير بالسوق الموازية لفتا إلى أن وباري تعاني أيضا من عودة عملية طرح أحمال الكهرباء لمدة تصل أربع ساعات يومية هذا وأعلن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني فوزي ونيس أعلن عن البدء في تسيير قوافل طبية للجنوب تحمل احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية وأوضح ونيس أن الوزارة وضعت خططا وبرامج لأحياء القطاع الصحي من جديد في مختلف المناطق والتركيز على الجنوب الليبي الذي يعاني شحا في الإمكانيات والعناصر الطبية خاصة بعد مغادرة الطواقم الطبية الأجنبية مشيرا إلى أن كل من يتقدم للعمل في الجنوب من عناصر طبية وطبية مساعدة سيمنح له مرتب مجزن بحسب قوله نجح مهندس شركة هاتف ليبيا بالكفرة في ربط منظومة الجواز الإلكتروني بالمحطة الأرضية للأقمار الصناعية وذلك بعد توقف إصدار جوازات السفر قرابة عامين بسبب تعرض محطة الألياف البصرية المشغلة للمنظومة بمنطقة بوزريغ للحرق وأوضح معاون رئيس قسم الجوازات بالكفرة كريم حمد أنه من المنتظر أن يتم تفعيل المنظومة والبدأ في استخراج جوازات السفر خلال الأيام العشر القادمة بعد الانتهاء من بعض الأعمال التقنية علق مجلس النواب جلسته ليوم غد الثلاثاء بعد الاستماع لبرامج المترشحين الأربعة لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك بحضور 98 عضو وأوضح واقع مجلس النواب الرسمي أن المترشحين أحمد رجب ومحمد الشكري وعبد الحميد الشيخي عرضوا خلال الجلسة سيارهم الذاتية وبرامجهم ورؤاهم لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية مضيفا أن المترشح الرابع وهو علي الحبري لم يحضر جلسة الاستماع دون أن يذكر موقع مجلس النواب أسباب عدم حضوره وكان عضو مجلس النواب فهم التواتي قد أوضح لقناة ليبيا لكل الأحرار في وقت سابق أن 26 شخصا تقدموا لتقلد منصب المحافظ ونائبه ولكن بعد النظر في ملفات تطبيق المعايير المتفق عليها تم اختيار أربعة منهم فقط أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لم يتم نقشة أي موضوع يخص تشكيل المجلس الرئاسي أو الحكومة أو طرح ترشيحات لأي منصب خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي وأوضح عقيلة صالح في تصريحات متلفزة أنه قابل السويحلي بصفته نائبا مقاطعا للبرلمان وليس بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة قائلا أن السويحلي أكد خلال حديثهما على دعمه للحوار والمصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم بين الليبيين وعودة النازحين والمهجرين إلى ليبيا أقال عقيلة صالح أن مجلس النواب متمسك بمقترح أن يكون المجلس الرئاسي مشكل من ثلاثة أعضاء فقط وأن يكون هناك ممثل لما سماه بقائد الجيش داخل المجلس الرئاسي أعرب عقيلة عن رفضه لفكرة أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ونفسه رئيس الوزراء مشددا على ضرورة أن يكون تكلف رئيس الوزراء من اختصاص مجلس النواب وتعديل الاتفاق السياسي وإلغاء المادة الثامنة وردا على احتجاج بعض النواب على لقائه بالسويحل قال رئيس مجلس النواب أنه لا يحتاج تفويضا من أحد حتى يفاوض منويا إلى أنه وبعد تشكيل لجنة للحوار من 24 عضو أصبح ملف الحوار في يد اللجنة هذا وراء الباحث في الشأن الليبي سنوس اسماعيل لأن لقاء عقيلة والسويحل عمل على إذابة الجليد وهي فرصة لعقيلة صالح للتخلص من العقوبات بحسب قوله لابد أن يعرض على مجلس الدولة لا يستطيع السويحل أن يتخذ قرار شخصي حوله ولكن هناك ميزة لهذه الجلسة وهي أنها تذيب الجليد بين المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بغض النظر عن تصريحات السيد عقيلة بالأمس بقناة الحدث والتي أفرغ فيها هذا اللقاء كلهم من محتوى بل أنني أقول أنها فرصة للسيد عقيلة أن يتخلص حتى من العقوبات الدولية قال المجلس الأطلنطي للأبحاث أنه من المرجح أن يكون رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتلوني قد حصل على تأكيدات تفيد بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة دعم العملية السياسية بين الفرقاء الليبيين والتي تشرف عليها البعثة الأممية في ليبيا وأشار المجلس في تقرير له إلى أنه لا توجد مؤشرات تفيد بتغيير في السياسة الأمريكية باتجاه دعم خليفة حفتر وضف المجلس الأطلنطي أن إيطاليا تحتاج للعمل الموحد مع شركائها الأوروبيين للضغط على رافض الحوار كخليفة حفتر ودعمه الدوليين بحسب المجلس وذلك لإجباره على الجلوس إلى طاولة الحوار محذرا من تصاعد العنف في ليبيا من أنه سيمنح الفرصة لما يعرف بتنظيم الدولة بإعادة تنظيم صفوفه في ليبيا يذكر أن المجلس الأطلنطي مؤسسة بحثية أمريكية صاحبة التأثير في الشؤون الدولية من جهتها نشرت صحيفة The Guardian لبريطانيا مقالا قالت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي تبني أي دور عملي في ليبيا وأضف The Guardian أن هذا الموقف ينظر بتخلي أمريكا عن دورها الإقليمي في المستقبل لصالح دول شمال إفريقيا ومصر والاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج وروسيا بحسب الصحيفة أعتبر The Guardian أن جهود إيطاليا حققت انفراجا سياسيا بعد نجاحها في عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة حدد المجلس الرئاسي مبلغا قدره عشرة مليارات وستمائة مليون دونار أمريكي للموازنة الاسترادية بالنقد الأجنبي للعام 2017 وذلك لتوفير مواد وسلع نهائية ومسلزمات الإنتاج والتشغيل كما شكل المجلس لجنة لمتابعة تنفيذ الموازنة الاسترادية برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة وبعضوية ثمانية أشخاص يمثلون الجهات ذات الاختصاص وأضف المجلس الرئاسي أن اللجنة ستتولى مهام وضع آليات العمل وتشكيل اللجان الفرعية لتنفيذ الموازنة ومتابعة توفر السلع الأساسية بالسوق المحلي ووضع الضوابط المتعلقة بتنفيذ الموازنة من حيث التوريد والتغطية والتوزيع والتسعير كما أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة لتنفيذ الموازنة الاسترادية للسلع والمواد ومسلزمات الإنتاج والتشغيل الموردة عن طريق القطاع الخاص وأشار المجلس الرئاسي إلى أن هذه اللجنة ستتولى الموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والصناعية وإنشاء قاعدة بيانات للشركات والسلع وتقدير أسعار بيعها وموافاة لجنة الإشراف والمتابعة بتقارير شهرية حول عمليات التنفيذ هذا وحذر المجلس الرئاسي الشركات المستفيدة من الموازنة الاسترادية من إدراجها بقائمة الحظر في حال مخالفتها للوائح والضوابط المنظمة لعمليات الاستراد والتوزيع والتسعير في نفس السياق حيث أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بتشكيل لجنة من 24 عضوا من خبراء ومختصين لوضع التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية وتتولى اللجنة بحسب المجلس الرئاسي تحديد الإشكاليات الاقتصادية القائمة وتحليل وتقييم السياسات الاقتصادية المعمول بها على المستوى المالي والنقدي والتجاري وأيضا اقتراح التدابير والسياسات الإصلاحية بهدف معالجة الإشكاليات واقتراح آليات عمل ممكنة لتطبيق تلك التدابير كما حدد المجلس الرئاسي مدة 30 يوما للجنة لتقديم تقرير مبدئي و60 يوما لتقديم تقرير يتضمن تحديد الإشكاليات الاقتصادية القائمة واقتراح التدابير والسياسات الإصلاحية في موضوع آخر أعلن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عزم المجلس على توسيع نطاق مكافحة التهريب بجميع المنافذ الليبية لوقف استنزاف السلع الأساسية والقضاء على غلاء الأسعار والمتاجرة برزق الليبيين أطلب السراج في لقائه برئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي باستمرار وتكثيف جهود مكافحة التهريب التي قامت اللجنة بتنفيذها بدعم من القوات البحرية والقوات الجوية بملاحقة ناقلات التهريب في البحر شاحنات الوقود المهرب عن طريق البر بكافة أنواعه وأساليبه وحتى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة قالت أعضو الهيئة السلسية لسياغة مشروع الدستور اعتماد لمسلاتي إن مقترح المسودة التوافقي أصبح جاهز للمناقشة والتصويت عليه في السابع من مايو القادم وأضافت لمسلاتي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن المسودة تتكون من 195 مادة بما في ذلك الأحكام العامة وأحكام الطوارئ وأشارت عضو الهيئة السلسية إلى أن المقترح المسودة حاول أن يكفل حقوق مختلف مكونات الشعب الليبي بمن فيهم الأمازيغ والتبو الذين رفضوا المشاركة في صياغة مشروع المسودة هذا وقد علقت الناشطة الحقوقية عز المجهور بأن مقترح المسودة التوافقية لمشروع الدستور تضمن نقاطا هامة تم التعامل معها بروح التوافق كاللغة والمرأة والشريعة الإسلامية وتوزيع الموارد والثروات إضافة إلى الانتخابات واحترام التوزيع السكاني والمساحة الجغرافية وأضافت المجهور أنه لا يمكن توقع مقترح أفضل من هذا في الوقت الحالي لأنه كتب في حالة صراع داعية إلى عدم البحث عن نقطة بعينها عند الاطلاع على المقترح بل قراءة كل النصوص بروح التوافق والتفاؤل وأشارت النشطة الحقوقية إلى أن النقد البناء يكون بالدراسة وتقديم المقترحات دون العبث بالقواعد العامة نشطنا متواصلة وفيها بعض الفاصل يا مطر صبي صبي نشطنا متواصلة وفيها بعض الفنان يشان بن سرتي تدعو إلى السلام في ليبيا قصف على منطقة الصابري ببنغازي وعملية الكرامة تحشد قواتها في محاور وسط البلاد بالمدينة لجنة التهديئة المكلفة من حكومة الوفاق تناقش مع القوة الثالثة مطالبها لوقف إطلاق النار في الجنوب وتلتقي في وقت لاحق مع بن ناير المجلس الرئاسي يخصص عشرة مليارات وستمائة مليون دولار للموازنة الاسترادية للعام الحالي ويحضر الشركات المستفيدة من مخالفة لوائح الاستراد والتوزيع والتسعير أهلا بكم من جديد انتهى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس من التجهيز للعودة الطوعية لمائتين وثمانية مهاجرين غير نظاميين من دولة ناجيريا إلى بلدهم غدا الثلاثاء وأفاد رئيس المكتب الإعلامي لجهاز حسني بعيانة بأن عدد المهاجرين داخل مركز الإيواء وصل لأكثر من ألف مهاجر من جنسيات مختلفة مشيرا إلى أن العودة الطوعية تتم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وضف رئيس المكتب الإعلامي أن المنظمة تقوم بتوفير طائرة لنقل المهاجرين لبلدانهم بمعدل رحلتين أسبوعيا لافتا إلى أن كافة المهاجرين تم إنقاذهم داخل البحر خلال محاولتهم عبور المتوسط اتهم المدعي العام الإيطالي في كتانيا بجزيرة سقلية كارميلو زكار بعض المنظمات غير الحكومية المتخصصة في إنقاذ المهاجرين اتهمها بالتواطئ مع مهربي البشر في ليبيا قال زكار لصحيفة لاستامبا الإيطالية إن السلطات إيطاليا باتت تمتلك أدلة دامغة على وجود تنسيق واتصالات مباشرة بين عدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية وشبكات التهريب في ليبيا وأوضح المدعي العام أن هناك أدلة على المكالمات التي مصدرها ليبيا مع بعض المنظمات غير الحكومية كمنظمة مو آي أس المالطية وبعض المنظمات الألمانية قال الناطق الرسمي باسم لجنة رعاية الحج للموسم الحالي صبر الفرجاني إنه سيتم إعلان نتائج قرعة الحجاج في الثلاثين من الشهر الجاري وأضف الفرجاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم عقد اجتماعنا اليوم في مكة المكرمة بين اللجنة والجهات السعودية المعنية لإتمام إجراءات التعاقد على الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج الليبيين في مشعري مينة وعرفات وأوضح الفرجاني أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة خدمات الوجبات الغذائية التي سيتم تقديمها فضلا عن خدمات الإعاشة ونقل الحجاج أحيط الهيئة العامة للثقافة يوم أمس الأحد في قصر الخلد بالعاصمة طرابلس احتفالية بمناسبة اليوم العالم للكتاب قال رئيس اللجنة التسيرية للهيئة العامة للثقافة أحسن نونيس في كلمته بالمناسبة إن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل نحو دعم وتشجيع الأدباء والكتاب والدفع بهم نحو ساحات الإبداع والتألق وإنها تأخذ على عاتقها نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والخلافات والتوجه نحو وحدة الوطن والمصالحة الوطنية يا مطر صبي صبي عنوان لأوبريت غنائي من كلمات الشاعر هشام بن سرتي وألحان وليد بن سرتي تدعو للسلام في ليبيا العمل يعتمد على جمل من الموروث الشعبي الليبي وحظي بمشاركة عدد من المطربين هم حمد الحاسي ومحسن تواتي وإهاب الوداوي وأحمد ساسي وأسارة مع مجموعة من الأطفال يا مطر صبي صبي خير ورحمة من ربي يا مطر صبي صبي خير ورحمة من ربي يا مطر صبي صبي خير ورحمة من ربي الحب مني وطن السلام يا إنسان والحب جسر الأمان وسط الخوف والأحزان كتاب النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها قصف على منطقة الصابري ببنغازي وأعملية الكرامة تحشد قواتها في محاور وسط البلاد بالمدينة لجنة التهدي المكلفة من حكومة الوفاق تناقش مع القوى الثالثة مطالبها لوقف إطلاق النار في الجنوب وتلتقي في وقت لاحق مع بن نايل المجلس الرئاسي يخصص عشرة مليارات وستمائة مليون دولار للموازنة الاسترادية للعام الحالي ويحذر الشركات المستفيدة من مخالفة لوائح الاستراد والتوزيع والتسعير للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب دكتور في أمانيلا